مرحبا موليد برج الجدي شو الفرص المتاحة قدامك بهذا الشهر وشو التغييرات اللي بدأت طالك بالشهر الرابع أكيد موليد برج الجدي في عندكن تغييرات جذرية شي بخص مع العيلة شي بخص عقارات شي بخص بيع شراء نقلة بيت تجهيزات للبيت طرش الدهان بس انتبهوا من الأعطال لأنه عطارد سوف يتراجع ببرج الحمل وعم بقعد لكم بالبيت الرابع انتبهوا من بعض الأعطال وأنا ما بنصح بتراجع عطارد شراء والبيع وورشة العمار إلا إذا كنتوا كتير مضطرين إذا فيكنت أجلوة بكون أفضل لأنه عطارد عم بيتراجع من واحد لخمسة وعشر الشهر فتقريبا شهر بكامل بيصير في تأخير بيكسبوا عليكم الشغيلة ما بيجوا على الموعيد وبدل ما تاخد الورشة الشهر بتاخد شهرين فكونوا هيك محتاطين من هالأمور ويمكن يكون في حل مسألة أسرية يعني كانت عالقة بتتوضح الأمور يحيكون في عندكم مناسبات عدة بقلب البيت استقبالات البعض عم بيفكر بالسفر البعض عم بيبدوا يجرب يسدد ديون لبيت يستأجر بيت جديد هؤلاء الأمور كلها يتقو عم بيفكروا بتغيير أساس هؤلاء الأمور كلها بتطالق ولكن من ناحية تاني كمانا بينحكى بأمور تتعلق بالقرس وبينحكى كمان بأمور تتعلق بالخطوبات أفراح عياد ميلاد زواج عودة أحبة من سفر يعني هؤلاء الأمور بتطالق بس أكيد مولود برج الجدي في عندك أمني يبقى تحقق رغبة معينة خاصة حين يكتب الأمر ببرج العقرب بـ 25 الشهر وكأنه في شي بده يضطرق يطرق عليك يفاجأك يكون يمكن شيء صار لك زمان خلاص انسيته هالموضوع ومبق على بالك تتفاجأ وتكمل معك هاي دي الخبرية تكمل معك بسفرة تكمل معك بعمل تكمل معك بمشروع تكمل معك بعلاقة عاطفية بعلاقة صداقة مصالحة هؤلاء الأمور كلها بتطالق كمان بدي أقول لما وليدة برج الجدي الأمور بتصير بعد أحلى وأسلس التدائع من عشر عشر تيام من الشهر بتزدهر الأمور أكتر بتتفاعل الكواكب بتفاعلوا معك بغنجوك مثل ما منقول فيه غنج للكواكب لقلك البيت الخامس بيت الشهرة بيت العاطفة عفوا بيت المال وبيت الجمال وبيت الولاد يعني إذا بنعملوا نخلطة كلهم سوا ماليا عاطفيا حتى فرحة لولادكم بتتبشروا بأخبار حلوة للولاد بسي تتقرب بينهم أكتر وأكيد الفرقس العاملة بدأت تكون متاحة للكم وجمالك بتدوى عليه ونظرتك الحياة بتكون بغير منظار بتشوفوها من غير رؤية مثل ما منقول مولود برج الجدي وأكيد ولادة الأمر وخصوف الشمس اللي بدوا يسيروا ببرج الحمل بتبين الشهر هؤلاء الأمور يمكن يطالكن ببعض الأمور البيتية العقارية يعني يتضوى عليكم بأمور يمكن فيه أموال بدأت ترجع تعود للكم مدينين حدا من العائلة بدأت تعود للكم يعني هالأمور كلها ياتا بيتضوى علي موليد برج الجدي بس أكيد الفترة الثانية من الشهر آخر عشر تيين بدأت تكون الأفضل للكم يمكن فيه أمور برج الجدي